وينضم إلينا من القاهرة أحمد عطاء الباحث في شؤون الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن سيد أحمد هجوم أبيين هل دليل واضح كافي على عوضة تنظيم القاعدة كما ذكرت واشنطن؟ ليس دليل واضح لكن هو تطور نوعي لتنظيم القاعدة في هذه الفترة خاصة أن هناك خطة المسارات البديلة بين الحوسي المضعوم من إيران وتنظيمات مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ولكن اليمن لها تاريخ طويل مع تنظيم القاعدة قبل خمسة سنوات تم قتل أنور العولاقي مسؤول تنظيم القاعدة بتائرة بدون طيار من قبل القوات الأمريكية ولكن هذه العمليات التي توقعت أمس والعمليات التي توقعت اليوم هو تطور نوعي توصف بالعملات الرباعية وهي عملات استخباراتية بتؤكد أن هناك خطة مصارات بديلة وتعاون غير معلن بين الحوسي وجناحي التنظيمات التكفرية سواء كان تنظيم داعش أو الذي أعلن مسؤولاته عن استهداف مركز شرطة بالأمس في عدن وتنظيم القاعدة الذي برض اليوم وتجهب التحرك والإعلان عن نفسه ولكن اليمن الآن في وضع غير مسبوك بالنسبة للتطور نوعي لتنفيذ عملات إرهابية فهناك سلسة أضلع تتحرك اليمن في كل شيء وضع غير مسبوك على المستوى السياسي والاقتصادي وربما الإنسان يا سيد أحمد هنا أشير إلى ما يريد إلينا من واشنطن واشنطن تقول إن تنظيم القاعدة أعاد تشكيل نفسه عندما كانت هي منشغلة بالحرب على تنظيم داعش السؤال هنا طرق المواجهة هذا صحيح وهل هناك أي تنصيق مع القوات الشرعية اليمنية أم تنفارد واشنطن بأساليب والطرق المواجهة مع تنظيم القاعدة الأمن القوم الأمريكي يعلم جيدا أماكن ونقطة ارتكاز عناصر تنظيم القاعدة سواء كانت في اليمن أو في منطقة الشرق الأوسط وخاصة أن بالأمس تم الإعلان عن مقتل حمزة بن لادن مسؤول تنظيم القاعدة وأكدته مصادر خارجية ولكن إذا كنا نتحدث هل نتحدث عن مواجهات تتبنىها الإدارة الأمريكية فيما يخص تنظيم القاعدة أم السنائية القاعدة وداعش وخاصة أن اليمن أصبحت ملعب لتعاون معلن وبارز بين الحوسي المدعوم من إيران والعناصر التكفرية المسلحة التي باتت أجنحة للحوسي المدعوم من إيران للسيطرة كاملة على الأراضي اليمنية الأمن القوم الأمريكي لم يفعل شيئا نسوى تصدير تصريحات وشوء سياسي تتعلق بعملات إرهابية نفذ تنظيم السنائية تنظيم القاعدة وتنظيم داعش سواء كان داخل الأراضي اليمنية أو غيرها وخاصة أن تقرير الأمن القوم الأمريكي العام 2016 قد أكد بأن هناك تنام وصعود لتنظيم القاعدة في أربعة ولايات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تكساس وكاليفورنيا وفلوردا على ذكر هذه المعلومات أو البيانات التي تذكرها لنا على شاشة الغد يا سيد أحمد هل تتوقع المزيد ربما من هذه الهجمات هنا أو هناك وهل تبقى في اليمن الروقت أو هجمات تنظيم القاعدة بعد أن أعاد ترتيب أوراقه ربما أم تمتد الأمور إلى بعض المناطق الأخرى في المنطقة أحييك على هذا السؤال هناك تطور نوعي للبروكسورل الحرب بالوكالة سواء كان السنائي سواء كان تنظيم القاعدة أو داعي سواء كان داخل اليمن أو خارجها لأن النصف الثاني حسب ما أكدت أجهزة استخباراتية دولية سوف تشهد عملات النهربية والتطور نوعي بل هناك معلومات بتؤكد ظهور تنظيم ثالث يتبنه محسن فضلي وهو أحد قيادات تنظيم القاعدة هذا التنظيم لم يتم الإعلان عن نفسه بعد أنا أصرح لك بمعلومات هذا التنظيم تم تأسيسه على الحدود السورية في منطقة خرسان من عناصر كاملة من أخطر عناصر تنظيم القاعدة سواء هذه العناصر كانت من جناحي تنظيم القاعدة مجموعة عبد حسيب خان في أفغانستان مجموعة خطاب الشيشاني في شارع أوروبا في روسيا كل هذه العناصر هي تجميع لدور دور مرسوم ممنهج تقف خلفه عدد من الجهزة الاستخباراتية لقلب الأوضاع داخل اليمن واستهداف وحصر دور الحكومة الشرعية داخل اليمن والدفع بالحوسي لدور أكبر هذا الهدف من خلال هذه الرسالة التي نجح تنظيم القاعدة وتنظيم داعش من خلال العاملات الأفريقية الإرهابية التي نفذت أمس واليوم لوضع الحوسي في مساحة أكبر عما كان منذ قبل بالإضافة أن الإدارة الأمريكية الآن صدرت تصريح حول تنظيم القاعدة والأمن القوم الأمريكي عد تقرير كامل عام 2016 حول تنظيم القاعدة ودوره في النصف الثاني من العام الجاري شكرا جزيلا أشكرك سيد أحمد على كل هذه المعلومات ربما هي معلومات حصرية لشاشة الغد الباحث في شؤون الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن أشكرك على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر